موسيقى لندن تستدعي سفير ايران وتسلمه مذكرة احتجاج على هجوم الناقلة الاسرائيلية في بحر العرب منظمة العفو الدولية تتهم السلطات اللبنانية بعرقلة تحقيقات انفجار مرفأ بيروت البرلمان الليبي يؤجل بحث الموازنة ويشرع بمناقشة قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب اهلا بكم مشاهدين الى هذه الساعة الاخبارية ذكرت وكالة انباء ايرانية اليوم الاثنين ان مسؤولا ايرانيا حذر من رد قوي على اي خطوة من شأنها تهديد طهران بعد ان القت الولايات المتحدة وبريطانيا واسرائيل اللوم على ايران في مهاجمة ناقلة تديرها شركة اسرائيلية ونفت ايران اي دور لها في الهجوم الذي وقع قبل تساحل عمان الاسبوع الماضي والذي قتل فيه اثنان من افراد الطاقم وهما بريطاني وروماني هذا واستدعت لندن السفير الايراني بعد الهجوم على ناقلة الاسرائيلية في بحر العرب قبل ذلك استدعت رومانيا للسفير الايراني لديها على وجه السرعة واتهمت الخارجية الرومانية ايران بالوقوف وراء الهجوم قائلة انه متعمد مطالبة السلطات الايرانية بتقديم تفسير دون تأخير للحادث الذي وصفته بغير المبرر واكدت الخارجية في بيانها انها تنسق مع شركائها للرد على حادثة استهداف السفينة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة في تونس وتطورات الاوضاع قال اتحاد الشغل ان اي ضغط خارجي مرفوض وان الشأن الداخلي يحل تونسيا بقرارات سيادية قبل ذلك نقلت اذاعة مزيك عن وزير الخارجية عثمان الجرندي قوله ان محاولات المسه بالعلاقات الخارجية لتونس يعد عملا غير وطني الجرندي وبحسب الاذاعة اكد ان كل ما يرمي لارباك العلاقات الدولية يعد عملا عدائيا يستهدف المصلحة العليا للبلاد كما اضاف الوزير ان لتونس علاقات راسخة مع اشقائها واصدقائها في تونس ايضا كشف التقرير الاسبوعي الاخير للهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في تونس اختتام اعمال التقص في شبهة فساد مالي واداري بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي واحالتها الى وكيل الجمهورية لدى المحكمة الابتدائية بتونس واوضحت الهيئة ان التحقيقات وجدت قراء جدية تشير الى شبهة توظيف الوزير السابق لصفته ولوسائل الدولة بقصد التسريع في انشاء جامعة اجنبية خاصة لاستخلاص منفعة شخصية تتمثل في الحصول على منصب رئيس في احدى الوكالات الجامعية الاجنبية المرتبطة به من تونس تنضم الينا الصحفية نسرين حمداوي لتطلعنا كيف تبدو الاوضاع الان تفضلي نسرين نريد ان نعرف منك على الصعيد السياسي والصعيد القانوني كيف هي الاجراءات التي يتم اتخاذها لمحاكمة المتورطين في قضايا فساد نعم مساء الخير في البداية اريد ان اشير الى ان كل القضايا التي يتم تحريكها الان تعود الى سنوات ماضية تم ظهر اليوم القبض على النائب المجامد بالبرلمان التونسي فيصل التبيني بعد قضية كانت رفعتها ضده النائب السابق سابرين الجوبونتيني منذ سنتين على الاقل مما يفيد بان عملية فتح الملفات القضائية ليست انتقائية وانتقامية وهي تشمل كل الملفات المفتوحة منذ سنوات ضد النواب الذين يتمتعون كانوا بالحصانة البرلمانية ايضا على المستوى السياسي هناك لقاء جمع اليوم الامين العام للاتحاد العام التونسي للشغل بوفد عن حزب التيار الديمقراطي للحديث وبالورد الرؤى حول خارطة الطريق المنتظرة في تونس لمرحلة ما بعد 25 جولية هناك ايضا ملف قضائي فتح في علاقة بوزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق في حكومة يوسف الشهد في ملف فساد يتعلق بمنح ترخيص لجامعة فرنسية للانتصاب في تونس من خلال هذا الملف فتح باب لتضارب المصالح بين الوزير وعدد من المسؤولين بوزارة التعليم العالي ورؤساء الجامعات في تونس وبالتالي هناك عملية تصفية لكل الملفات المحالة على القضاء والتي لم يتم البت فيها بصفة نهائية بسبب التعطيلات التي كانت يعيش على واقعها مرفق القضاء في تونس نعم كانت هناك معلومات نريد أن نتأكد من دقتها منك نسرين إذا لديك معلومات المحكمة العسكرية هناك مصادر مطلعة تقول أصدرت مذكرة توقيف بحق أربع نواب من الأخوان على خلفية محاولة نواب ائتلاف الكرامة تهريب إرهابيين بالرغم من ممانعة الأمن في مطار قرطاج إلى أي مدى قد تكون هذه المعلومات صحيحة ومن هم هؤلاء النواب؟ نعم 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 هذه المعلومات مؤكدة أكدها النائب عن ائتلاف الكرامة المجمد سيف الدين مخلوف هؤلاء النواب هم سيف الدين مخلوف وعبداللطيف العلوي ومحمد العفاس ونائب ماهر زيد في علاقة باقتحام مقر المطار في مارس الماضي لمحاولة تمرير مواطنة متهمة في قضية إرهابية عنوة من مطار تونس كرتاج لتسافر إلى تركيا القضاء العسكري فتح تحقيق بناء على إنابة عدلية من فرقة الشرطة العدلية في تونس تم إيقاف أيضا النائب ماهر زيد قبل يومين وهناك أخبار عن أن تم إيقاف النائب عبدالطيف العلوي بناء على شهادة ابنته التي نشرت اليوم تدوينة على صفحتها بموقع فيسبوك قد تشمل الإيقافات أيضا بقية أنواب خلال الأيام والساعات القاضية القادمة كل أنواب تقريبا الذين يملكون ملفات قضائية وأمنية لم يتم تحريكها طيلة سنوات نعم شكرا جزيلا على كل هذه الإضاحات من تونس أصحفية نسرين حمداوي هذا وأشار الرئيس قيس سعيد في وقت سابق إلى أن بلاده تعيش حربا من دون رصاص ودماء بل حربا بالقانون القائم على العدل والحرية وسننتصر إن شاء الله أنها حرب ولكن بدون رصاص ولا دماء أنها حرب بالقانون القائم على العدل وعلى الحرية ينضم إلينا من العاصمة التونسية الدبلوماسي والسفير السابق أحمد بن مصطفى أهلا بك معنا سيد أحمد إلى هذه الساعة سيد أحمد برأيك هل ممكن شكرا جزيلا أهلا وسهلا هل ممكن الرئاسة التونسية تتخذ خطوة تصنيف جماعة الإخوان المسلمين كجماعة إرهابية أسوة ببعض الدول العربية؟ أنا حقيقة أن أستبعد أن يحصل هذا التصنيف لأنه غير مطروح بالنسبة للمرحلة هذه الرئيس قيس سعيد نصح التعبير دخل في فعل إجراءات استثنائية والإجراءات استثنائية هي محددة بتوقيت معين والمرحلة فيها أولويات بالنسبة لقضية التصنيف من عدمه ترتبط ربما بأمور قضائية هي بصدد الإنجاز وربما من السابق لأواني طرح مثل هذا السؤال لأن التحقيقات نصح التعبير في الجانب القضائي كما نلاحظ هي في بدايتها ولا يمكن الجزم مثل هذا التوجه في المرحلة هذه على الأقل نعم طيب كان هناك تصريح إذن أعتقد أنه نعم تفضل كان هناك تصريح لوزيرة الخارجية التونسية عندما تحدث وقال بأنه محاولة تخريب العلاقات مع الدول الأخرى هو أمر غير وطني وغير مقبول من يقصد بذلك خصوصا وكانت هناك نوع من المغازلة من رئيس البرلمان لتركيا كيف يمكن التعاطي مع مثل هذه الأمور مثلا على الصعيد الدبلوماسي بين الدول هو لأنه فما عدت ربما بعض الأطراف السياسية في تونس بالغت ربما في ربما في ربط ما يحدث في تونس بعلاقاتنا الخارجية والإساءة إلى بعض ربما الدول تلميحا أو تصريحا وهذا يعني أحنا هنا لابد أن نستحضر أن الدول العربية الشقيقة لكلها تقريبا أيدت ما حصل يعني من خطوة أنا أعتبرها يعني لا أتحدث عن خطوة تصحيحية بقدر ما أتحدث عن خطوة تأسيسية لأن ما حصلها في تونس هو كان لهم خلافا لما يقال عن قضية الانقلابات أنه لا بد أن نعرف أنه الدستور كان معطن النقطة الكريمة يعني في الجانب بعض المؤسسات يعني مش فقط المحكمة الدستورية لكن هناك مؤسسات أخرى أيضا يعني الجانب المتعلق بدورة القانون والمؤسسات كان معطن القضاء الكلنا نعرف لي كان معطن الجانب ما نحكيش على ما يتعلق أيضا بالجانب المالي أحنا قبل ثلاثة أيام من قرار السيد الرئيس بتصويب المسار يعني هو أنا أعتقد أنها بداية جديدة انطلاقة جديدة للرئاسة وقد تكون انطلاقة جديدة في تاريخ تونس لأن المرهابي الرئيس تحدث عن مراجعات جذرية في السياسات هو تحدث عن هذا وهذا ليش عندما نتحدث عن الأطراف الخارجية فما إشارة هنا لبعض الأطراف الخارجية وحتى الداخلية التونسية التي استنادا إلى بعض الضغوط أو بعض التلمحات من بعض الأطراف الخارجية أن تونس لابد أن تعود بسرعة إلى مسارات معينة هذا فعلا يجب أعلانا يحصل لأن تونس اليوم لابد أن تصوب السياسات ما حصل ربما إذا نشر ما حصل توم عشر سنين احنا مشينا في استمرار هو الشعب التونس انتفذ لتغيير السياسات التي كانت سببا في تأزيم الوضع الاقتصادي في تونس الذي حصل أننا ذهبنا في استمرار نفس السياسات وهذه هي المأساة التي أوصلتنا إلى هذا الحد المرة هذه أعتقد أن رئيس الجمهورية سيمضي في موضوع مراجعة جذرية للسياسات وهذا هو مربط الفرس أعتقد في هذه المرحلة نعم بقي معنا من الوقت سيد أحمد إذا ما تحدثنا أيضا عن الخطوات التي ينتهجها السيد قيس سعيد ماذا عن محاكمة أو محاسبة الفساد هل تعتقد بأن هذه المرحلة ستأتي أكلها وتصل إلى نتائج في النهاية أم ستتعطل في منتصفها خصوصا أن حملات مكافحة الفساد غالبا في دول تتمتع فيها كثير من الأحزاب السياسية تتعرقل نوعا ما ماذا عن الوضع في تونس أعتقد قضية من مقاومة الفساد في تونس كانت فاقدة للمصداقية ولدى الرأي العام ولدى حتى الأطراف الداخلية والخارجية المرة هذه أعتقد المقاربة مختلفة تماما لأن الرئيس شوف ما حصل الناس لم ترى الإشارات الواضحة التي قدمها الرئيس تقريبا منذ أقل شيء منذ سنة وما حصل هو تحدث عنه بتلميحا وحتى تصريحا لكن المرة هذه أعتقد أن ما نحن بصدده هي مرحلة جدية أكثر أكثر جدية وفي الكشف عن ملفات الفساد والتعاطي معها بنجاعة وفقا للقانون بدون تشفي وبدون انتقامية لأنه يحصل إذا قارننا الرئاسة الحالية بالرئاسات السابقة الرئاسات السابقة عطلت مصار العدالة الانتقالية الرئاسات السابقة عطلت قضية الفساد يعني هو وصل الرئيس يتحدث عن حكم موازي يعني وصلنا أن الدولة أصبحت واجهة مجرد واجهة والذين يسيرون الشأن العام هي من أطراف أحنا نتحدث كثيرا عن الاقتصاد الموازي في تونس لكن كان هناك سلطة موازية يعني وتحدث عليها رئيس الجمهورية أعتقد أننا بصدد يعني توجهات مفصلية وخيارات استراتيجية جديدة في كل هذه الملفات يعني أولويات المطروحة وأنا أدعو يعني بأنه لا نتسرع لأنه فما أطراف تدفعنا إلى التسرع يعني لارتكاب ربما تكرار الأخطاء التي ذهبنا فيها من عشر سنوات اليوم من حق تونس أن تراجع ما حصل من خطوات في الجانب يعني المالي أحنا في ثلاثة أيام قبل يعني التدبير هذه تونس كانت عاجزة عن تزديد قرض بخمسمائة مليون وراحت يعني تقترض بيعني في ظروف على ثلاثة شهور تقترضته من السوق المحلية بشروط قاسية جدا وهذا يعني دليل أنه تحربك الذي حصل لك كان في محله وربما كان متأخرا إلى حد كبير شكرا جزيلا على كل هذه الإضاحات من تونس الدبلوماسي والسفير السابق أحمد بن مصطفى شكرا جزيلا لك مشاهدين نشرتنا مستمرة وفيها بعد هذا الفاصل رئيس الوزراء اللبناني المكلف يعلن عن لقاء آخر مع رئيس الجمهورية الخميس لبحث تشكيل الحكومة فنجان من القهوة قليل من الموسيقى بداية مثالية ليوم رائع مهلا شيء ما ينقص المشهد لعله الانتباه التأهب الاستعداد ليوم جديد حالت لانك سابقه بوقاء أحداث وتشابكات قد تؤثر على مسار يومك حوبرك مستقبلك قد تعيد رسم تاريخ المتقطن بأكملها النشرة الصباحية كن مستعدا في كل يوم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اهلا بكم من جديد اعلن البنك المركزي اليمني في عدن ان صندوق النقد الدولي خصص حصة من وحدات السحب الخاصة به لليمن تعادل اكثر من 550 مليون دولار وذلك بهدف تعزيز احتياطات البلد من العملات الصعبة ودعم قيمة العملة الوطنية المتداعية واكد نائب محافظة البنك المركزي اليمني في عدن انه ينتظر ان يتم تخصص المبلغ لليمن ليتم الاستفادة منه في نهاية الشهر الجاري مضيفا ان هذه الخطوة الى جانب تزايد الايداعات في حسابات النقد الاجنبي للبنك المركزي في الخارج تعزز احتياطات البنك وقدرته على تغطية الاحتياجات الاساسية من الرياض ينضم الينا المحلل الاقتصادي فارس النجار اهلا بك معنا سيد فارس سيد فارس يعني نريد ان نفهم هذه الخطوة هي خطوة اقتصادية كيف ستنعكس على نمط الحياة المعيشية في المناطق المحررة وكيف ايضا يمكن ترجمتها من ناحية سياسية تحياتي لك اختي العزيزة وإلى كل السادة المشاهدين اولا ينبغي ان نشير الى نقطة مهمة هنا وان صندوق النقد الدولي سمح لليمن للسحب من احتياطية او من الوحدات السحب الخاصة ووفقا لسياسة صندوق النقد الدولي في عام 1969 استحدثت هذه النقطة وهي لتمويل الدول العظامة فيعتبر ما سيتم اخذه هو اصل احتياط دولي لليمن هناك في حالة ان اليمن كانت قد استوفى ذلك ما لم فانه سيعد قرضا واي ان كان سواء كان قرضا او كان اصل احتياط دولي لليمن ستقوم بالاستفادة منه فانه سيلعب دورا كبيرا خاصة في مجال توفير النقد الاجنبي الذي يساعد البنك ويساعد الحكومة على استيراد السعر الاساسية الامر الذي سيساهم وسينعكس طبعا على استقرار سعر العملة وعلى ايضا استقرار اسعار السعر الاساسية الا انه من منظور اقتصادي هذه الخطوة تعتبر خطوة جيدة ولكن نحن باليمن ما زلنا بحاجة الى خطوات اكبر من ذلك اليوم دعوات الحكومة كانت ولا زالت تؤكد وتطلب من المجتمع الدولي هو بتوقيه مساعدات التي تقدمها الامم المتحدة ويقدمها المجتمع الدولي عن طريق البنك المركزي بما يساهم ايضا في دعم العملة الوطنية طيب هذه الخطوة توقيتها يعني ليش جات الان ماذا يعني توقيتها مثلا طبعا نحن في اليمن منطقيا نحن نعيش في حالة حرب اليمن تحت الفصل السابع وبالتالي هناك مسؤولية دولية على المجلس الامن وعلى المؤسسات الدولية في انقاذ اليمن من هذا التدهوى الاقتصادي الكبير اليوم الدولار قد تقاوز حاجز الالف وبالتالي نحن امام مشكلة كبيرة اليوم راتب الموظف اليمني في اقل قطاع كالمدرسين او الذي ينعملوا في الجيش لا يتعدى الخمسين دولار وبالتالي نحن اليوم نعيش في حالة يعني واحد وعشرين مليون يمني وفقا لتقارير الامم المتحدة ومنظمة الاغذية العامة يعيشون في فوق نتقع وبالتالي نحن على حافة الانهيار الاقتصادي الكبير وتعادى تدخلات هذه خطوات مهمة بل هي يعني تعتبر احد الادوار الرئيسية الذي يجب ان يقوم بها المجتمع الدولي لانتشال اقتصاديات الدول الضعيفة ولا ما الفائدة وجود هذه المؤسسات الدولية اللي لم تساهم بشكل كبير في مساعدتها اليوم للخروج من هذا المأزة الا ان هذه الخطوات وحدها لا تظل كافية اسمحينا ان نوضح النقطة في غاية الاهمية هل هذا ما هو المطلوب فقط نحن اليوم نواقع مشكلة مشكلة في عملية سيطرة الحوثيين على تدفق النقط الاجنبي وهذه نقطة مهمة يجب ان يعمل البنك المركزي على على محاربتها خلال الفترة القادمة ايضا الامر المتعلق بمحاربة المضاربين في السوق وذا امر في غاية الاهمية لان وجود المضاربين في السوق يشكل مشكلة كبيرة عن النقطة الاجنبي ايضا مسألة ضبط تحصيل الارادات وهذه ايضا مشكلة في غاية الاهمية وينبغي حوكمتها بشكل كبير وبالتالي اي قرض او منحة ستحصل عليها اليمن في المستقبل ينبغي مراعاة هذه الامور وينبغي حوكمة عملية الصرف وعملية المستفيدين منها حتى يستفيد منها الشعب اليمني ولا تذهب لجهات نافذة أو أشخاص قد يستفيدون منها بشكل لا يخدم المواطن اليمني ويخدم الاقتصاد اليمني نعم طيب حضرتك ما وضحت أكثر هذا شأن اقتصادي بحث كيف ممكن هذه الخطوة تنعكس فعلا على الاقتصاد اليمني العملة اليمنية جدا متدهورة هناك انقسام في الاقتصاد أساسا داخل اليمن هذا هل سيجعل هناك نوع من التوازن في هذا الاقتصاد المنقسم؟ عملية طبعا من المعروف بأنه نحن في اليمن تدهورت قيمة العملة نتيجة انخفاض احتياطاتنا من النقد الأقنبي في البنك المركدي والأساس كان نتيجة انخفاض مبيعاتنا من النفط وبالتالي وجود أموال من النقد الأقنبي في داخل البنك المركزي من الطبيعي بأنها تلعب دورا كبيرا في تحسين مستوى سعر صرف العملة وأسعار السلع الأساسية لماذا؟ لأن سعر صرف العملة الوطنية من أهم الأشياء التي تحدد قيمته هو ما لدينا من احتياط أو من النقد الأقنبي في البنك المركزي وبالتالي خطوة مثل هذا من الطبيعي جدا بأنها ستساهم في عملية دعم الاقتصاد الوطني هذه النقطة النقطة الأخرى معالقة التشوهات التي نتقت عن قرارات الحوثيين بعدم التعامل مع الطبعة الجديدة من النقد اليوم البنك المركزي اتخذ خطوة بضخ طبعة من الطبعة القديمة التي أصلا مقبولة في مناطق سيطرة الحوثيين الهدف من هذه الخطوة هو معالقة التشوهات الاقتصادية التي نتقت عن قرارات الحوثيين اليوم البنك المركزي اعتزم ضخ هذه الأموال في السوق وتدري بعملية محكمة ومدروسة يتم من خلالها سحب النقد الجديد الذي أصبح غير مقبولة للحوثيين واستبداله بهذه الطبعة لمعالقة التشوهات هذه الخطوة ستعالق التشوهات الاقتصادية نعم هي خطوة تعتبر نتمنى للبنك المركزي أن يوفق لنا تحمل العديد من الفرص والتحديات خاصة في ظل هذه المضاربة الكبيرة وفي ظل عدم قدرة البنك المركزي على تسيطرة على الملف المصرفي خطوات كثيرة وكبيرة يجب أن تتبع هذه الخطوة لأنه عدم مسألة ضبط تحصيل الإرادات مهمة جدا مسألة محاربة المضاربين مهمة جدا وبالتالي أي خطوات أو معالقات تعد جيدة خلال الفترة القادمة ولكن يجب أن تتبعها خطوات كبيرة على مستوى السياسة المالية والنقدية نعم وعلى المستوى السياسي بشكل عام لا يمكن اليوم لأي سياسة مالية أو نقدية أن تنقع في ظل صراعات بينية أو عدم توافق سياسي وبالتالي هذا يرتبط أيضا باستكمال ما تبقى من تنفيذ اتفاق الرياض حتى تستطيع الحكومة العودة على الأرض والعمل بكل قدرتها ووفقا لسياسة مالية ونقدية موحدة تنتشل الاقتصاد الوطني من وضعه المزري شكرا جزيلا من الرياض المحلل الاقتصادي فارس النجار أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بدأ تمرين عسكري مساء اليوم على طول الحدود مع لبنان المتحدث أوضح أن التمرين يهدف إلى فحص جاهزية قوات الجيش ومدى استعدادها لأيام قتالية محتملة على الحدود مع لبنان يبدو أن الحلمة بتشكيل حكومة في لبنان قبل ذكرى انفجار مرفأ بيروت بعد يومين يبدو أنه تبخر فقد أعلن رئيس الوزراء المكلف نجيب ميقاتي أنه كان يأمل بوتيرة أسرع بالتأليف موضحا أنه اتفق مع الرئيس ميشيل عون على لقاء آخر الخميس نافيا أن تكون مهلة التشكيل مفتوحة صراحة يا أخوان أنا كنت بتمنى أنه تكون الوطيرة أسرع من هيك بتشكيل الحكومة في شوية بطء خاصة بدي السرعة كان نطلع بالحكومة ونزفها لللبنانيين قبل أربعة قابل أربعة قابل نكبة كبيرة صارت بلبنان وأصابت كل اللبنانيين إن كان بطريقة مباشرة أو بطريقة غير مباشرة بدنا نخلي هالمواطنين يشعر بعد سنة من وجود لا حكومة ولا دولة أنه صار في حكومة وصار في دولة اليوم ما فيها نعتب على الأهالي وعلى المتضررين لأنه سنة ما في دولة كنا هون دورنا أنه نكون جنبهم بذكرى أربع أيضا فخامة الرئيس بكرة عنده ارتباطات كل النهار وخاصة يريد التهيئة للمؤتمر نهار الأربعة نهار الأربعة الشهر المؤتمر الدول المانحة ولهالسبب تفقنا إعادة الاجتماع نهار الخميس القادم إن شاء الله ليس على السؤالي قدي المهلي أباكد لك أنه أنا بالنسبة لأيلي المهلي غير مفتوحة ويفهم اللي بدي يفهم من بيروت ينضم إلينا الكاتب الصحفي أسعد بشارة أهلا بك معنا سيد أسعد يعني كان هناك حديث قبل الإعلان من سيد ميقاتي بالتأجيل بأنه في مسعى فرنسي لمحاولة تشكيل الحكومة قبل أربعة أب ما حقيقة ذلك وما هي نقاط الاختلاف المستمر أو الخلاف المستمر هل هو كان مرتبط بشخص الرئيس سعد الحريري هو نفسه مرتبط أيضا الآن بشخص ميقاتي نعم المستنقع نفسه يعني غارق سعد الحريري في مستنقع عون وحزب الله وميقاتي يغرق الآن في مستنقع عون حزب الله على الرغم من كل الإيجابيات التي حاول أن يقدمها للرأي العام اللبناني عقب تكليفه ماذا حصل اليوم؟ اليوم كان يتوقع نجيب ميقاتي أن يوافق معه ميشيل عون على التوزيع الأساسي أي توزيع الوزارات على الطوائف وخصوصا وزارتي الداخلية ووزارة العدل يبدو أن عون رفض رفضا قاطعا وبالتالي رأينا نجيب ميقاتي اليوم يصرح في القصر الجمهوري بطريقة أقرب إلى الواقعية وليست ديبلوماسية عندما يقول المهلة ليست مفتوحة وليفهم من يريد أن يفهم إنما يتكلم مع ميشيل عون تحديدا ومن وراء ميشيل عون وبالتالي الواضح أن ميقاتي بدأ يدخل في حقل الألغام الذي دخل به سعد الحريري ومجرد تأجيل اللقاء المقبل إلى ما بعد أربع آب هذا له معناه طبعا برره ميقاتي عن رئيس الجمهورية بأنه لديه ارتباطات بالنسبة لمؤتمر لبنان ما هي هذه الارتباطات المستشارين يقومون بكل شيء سيلقي كلمة كان بإمكانه أن يستقبله غدا قبل أربع آب لمحاولة إنتاج حكومة ولكن الواضح أن عون يرفض الصيغة المبدئية التي وزع فيها ميقاتي الوزارات على الطوائف عون يريد وزارة الداخلية عون يمكن أن يفاوض على وزارة العدل ولكن يريد الداخلية يريد الثلس المعطل لجبران بسيل هذا أمر واضح وهذا أمر لا يتم الكلام عنه الآن في الخلاف الذي بات شبه معلم بين ميقاتي وعون ولكنه أمر لن يتنازل عنه ميشيل عون طبعا مدعوما من حزب الله بالتالي البلاد أمام أسئلة كبيرة الآن بعد تصريح ميقاتي انهارت العملة اللبنانية بالنسبة عالية والوضع مفتوح على كل الاحتمالات طيب سيد أسعد هناك أخبار تقول وقت ما يكون هناك تشكيل حكومة في لبنان هذا متداول بأنه قد تكون هناك ضربة إسرائيلية هل هذا هو سبب إصرار الرئيس بدعم من حزب الله بالتمسك بوزارة الداخلية؟ على الإطلاق ليس هناك من رابط التمسك بوزارة الداخلية لإدارة تزوير الانتخابات المقبلة لإدارة ضمان الحصص في الكتل النيابية نحن نعرف أن الانتخابات الماضية زورت في بعض الأماكن بشكل فاضح يريدون إدارة هذه الانتخابات على طريقتهم امساكها من قبل ميشيل عون يعني من قبل حزب الله وبالتالي يريدون إدارة هذه الانتخابات بحيث يمنعوا إجراء انتخابات حرة لا رابط مع موضوع التهديدات الإسرائيلية التهديدات الإسرائيلية مرتبطة بما تقوم به إسرائيل بحيث تقصف مواقع إيران في السورية ترد إيران ردا خجولا باستهداف سفينة بملكية إسرائيلية لا يرد حزب الله من لبنان إسرائيل تهدد بالنسبة للصواريخ الدقيقة التي باتت بحوزة حزب الله هذا الأمر يعني مسار آخر مسار تشكيل الحكومة مسار يعني يرتبط مباشرة بالتوازنات التي يحرص حزب الله على إبقائها كما هي عبر واجهة اسمها خلاف بين عون والمكون السني طيب بالنسبة للمؤتمر الدولي لمساعدة لبنان المفترض أنه ينعقد في باريس خلال الأيام المقبلة ما هو مستقبل هذا المؤتمر؟ هو إدانة لسلطة في لبنان لأن على الأرجح ستقر مساعدات مباشرة للشعب اللبناني المنكوب لن تمر بأي هيئة حكومية لأن السلطة يسيطر عليها من مافيا بكل ما الكلمة من معنى وبالتالي فرنسا تحاول عبر هذا المؤتمر مساعدة الشعب اللبناني لكي تبقي على الحد الأدنى من الاستقرار أما أن يتواهم أركان السلطة في لبنان ورغم حسب الله أن هذا المؤتمر هو اعتراف بهم واستعداد للتعامل معهم أستبعد كثيرا هذا الأمر المؤتمر مباشرة مساعدات مباشرة للشعب اللبناني طبية وغذائية ومحروقات وإلى ما هناك نعم شكرا جزيلا على كل هذه الإضاحات من بيروت الكاتب الصحفي أسعد بشارة اتهمت منظمة العفو الدولية السلطات اللبنانية بأنها تعرقل بواقاح مجرى التحقيق في انفجار مرفأ بيروت مثل التوصل إلى الحقيقة وتحقيق العدالة للضحايا خلال سنة مرت على الانفجار هذه الساعة مستمرة وفيها بعد الفاصل مصادر الحدث تكشف مناقشات أمريكية حول أولويات مساعدة الخرطوم ب700 مليون دولار سنوات كانت حافلة بالأحداث غير المتوقعة تعلمنا أنه لا يمكن التكهن بأي شيء مستقبل مبهم وغامض وأسئلة جديدة كل يوم أكثر الأخبار تعقيدا تصبح مفهومة عندما تحلل وتقرأ بالطريقة الصحيحة وبالاستعانة بالخبراء والمختصين مهمتنا أن نحاول جعل المشهد أكثر فهما ستوديو الحدث يوميا التاسع صباحا بتوقيت جرينيتش على شاشة الحدث الحقائق لا تأتي في خبر مجرد بل تغلفها طبقات من الغموض الكامن في الوقائع، الخلفيات والتداعيات والكشف عنها مغامرة شيقة يتطلب الغوصة في أعناق الحدث وقراءة ما بين السطور التسعة عشرة اكتشف ما بين السطور من الأحد إلى الخميس على شاشة الحدث أهلا بكم من جديد أعلن المتحدث باسم البرلمان الليبي عبدالله بليحك تأجيل بند مشروع قانون الميزرية العامة للدولة للعام 2021 بناء على طلب من الحكومة بموجب كتاب رسمي لإجراء تعديلات على مشروع القانون لكن البرلمان ناقش مشروع قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي قبل ذلك قال وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي مايو الذي يزور ليبيا اليوم إن جولته تهدف إلى مواصلة الحوار مع الأطراف الليبية الرئيسية حول عملية الاستقرار والانتقال المؤسسي بقيادة الأمم وأضاف الوزير أن الزيارة تتطلع إلى التزام متجدد من قبل جميع الأطراف الليبية بهدف تحقيق تقدم ملموس نحو بعض الأهداف الرئيسية على رأسها الانتخابات ووقف إطلاق النار واعتماد الميزانية الموحدة على صعيد الانتخابات قال عماد السايح رئيس مجلس المفوضية الليبية إن المجلس قرر تمديد الفترة الزمنية لتحديث سجل الناخبين حتى يوم السابع عشر من أغسطس الجاري وحيث أن معدلات الإقبال على التجيل لازالت تسجل معدلات موجبة فقد أصدر مجلس المفوضية بتاريخ هذا اليوم قراره رقم سبعة وثلاثين لسنة الفين وواحد وعشرين والقاضي بتمديد الفترة الزمنية لعملية تحديث سجل الناخبين إلى يوم التلتاء القادم الموافق سبعتاشر أغسطس الفين وواحد وعشرين من بنغازي ينضم إلينا محمد مسعود مراسل الحدث أهلا بك معنا محمد نريد أن نعرف منك ما هو الجديد حول موضوع الانتخابات وانتخاب البرلمان والانتخابات البرلمانية والانتخابات الرئاسية تفضل نعم تهاني الجلسة لا تزال منعقدة في مدينة طبرق أقصى الشرق الليبي ولا يزال يجرى مناقشة هذا القانون المختص بالانتخابات الرئاسية وانتخاب الرئيس بشكل مباشر كل ما تم مناقشته في روما الإيطالية بخصوص القواعد الانتخابية وقاعدة الدستورية والتشريعات الانتخابية يجرى طرحه الآن في هذا التوقيت بندًا أمام أعضاء مجلس النواب قبل حالة الموضوع للتصويت على هذا القانون إما بالموافقة واجتياز عقبة قاعدة الدستورية المتعلقة بانتخاب رئيس الدولة بشكل مباشر أو استمرار الخلاف وبعض الاعتراضات التي كانت واضحة حتى هذه اللحظة الآن خلال هذه الجلسة من قبل بعض أعضاء مجلس النواب حيال بعض البنوت في هذا القانون المقدم إلى سادة أعضاء مجلس النواب لذلك الصورة تبدو بأن هناك بعض الأراء المختلفة والمعترضة على بعض هذه النقاط الواردة في القانون ولكن ننتظر في رفع هذه الجلسة لهذا اليوم إما بالتوافق وإقرار مبدأ التصويت بالأغلبية على هذا القانون الانتخاب الرئيس بشكل مباشر ومعها يمكن الانتقال إلى القانون الآخر المختص بالانتخابات البرلمانية اللجنة في روما كانت قد أعلنت بأنها توسط إلى ملحق دستوري متكامل لهذه الانتخابات ليكون أساسا تشريعيا لمفوضية الانتخابات تجرى على أساسه هذه الانتخابات ولكن هناك عدد من الأصوات الرافضة لهذا الملحق الدستوري سواء من بعض الأطراف السياسية وعلى رأسها مجلس الدولة أو حتى من بعض أعضاء مجلس النواب الذين يرون بضرورة الاستفتاء على الدستور قبل الخوض في أي انتخابات في نهاية هذا العام ومع كل هذا يستمر الجدل والتعقيد والتأزم في المشهد الليبي وحالة الاستقطاب تهاني التي لا تزال مستمرة حتى هذه اللحظة الآن وننتظر رفع هذه الجلسة أما بالتصويت والانتقال إلى الانتخابات البرلمانية وقاعداتها وتشريعاتها أو تأجيل هذه الجلسة إلى يوم الغد لحين استكمال كل هذه المدولات والمناقشات المتعلقة بهذا القانون الانتخابي نعم طيب محمد يعني الآن دائما ما يتم التطرق والاجتماعات حول مسألة الانتخابات سواء كانت برلمانية أو رئاسية ولكن ماذا عن المعضلة الأساسية وهي الجماعات المتطرفة الجماعات المسلحة القواعد العسكرية التركية لماذا لم يتم مناقشته حتى الآن وهل ممكن أنها تكون عقبة في تنفيذ هذه الانتخابات في موعدها المحدد نعم كل هذه العقبات تهاني جرى ترحيلها إلى مباعد تشكيل سلطة منتخبة سواء برلمانية عن طريق مجلس نواب القادم أو حتى عن طريق رئيس الدولة ليضع حدل أو حل لكل هذه التشكيلات والمجموعات والميليشيات غير المنضابطة ما جرى التوافق عليه سواء في اتفاق الصخيرات أو حتى التعديل الذي جرى فيه اتفاق الصخيرات هو حكومة موقتة حكومة وحدة وطنية تنقل البلاد أو تنقل البلاد إلى مرحلة الاستقرار الدائم كل هذه النقاط تهاني التي تحدثت عنها الآن يبدو أن حتى المجتمع الدولي من خلال كل التصريحات لصفرائه أو حتى لوزراء خارجيته يربطون هذا الأمر بوجود سلطة موحدة في البلاد منتخبة من الشعب للبدء سواء بخروج المرتزقة أو حتى رئيس دولة له كامل الصلاحيات المطلقة في وضع حل لكل هذه التشكيلات المسلحة أما في حالة الاستقطاب الحالية الموجودة في الشارع بين شرق وغرب وجنوب البلاد فالواقع يقول بأنه يبقى الأمر على ما هو عليه حتى إنجاز كل هذه الأمور وهو أيضا ما يفسر تهاني كل هذا الضغط المحلي هنا بضرورة إخراج كل العناصر المرتزقة من البلاد أو حتى الضغط الدولي لتحقيق نفس هذا المطلب ولكن الفارق الوحيد هو بأن المجتمع الدولي يربط هذا الأمر بوجود سلطة تنفيذية جديدة وبرلمان منتخب الشعب لقرار هذا الأمر محمد وأنت تتحدث كانت هناك معلومات بأن سيف الإسلام القذافي ربما يرشح نفسه هل هناك مخاوف سياسية من عودة النظام السابق مجددا أو قد يعود مجددا إذا حدثت هناك انتخابات مباشرة من الشعب كونه كانت هناك تجربة للديمقراطية نعم كل هذه الأمور الصحيحة كل هذه الهواجز والتخوفات الموجودة عند من ينون ترشيح أنفسهم في الانتخابات الرئاسية القادمة ظهور سيف الإسلام فيها هذه المقابلة الصحفية وتأكيد بأنه لا يزال على قيد الحياة أو حتى دعوة محامي سيف الإسلام للشارع الليبي بضرورة التسجيل في منظومة الناخبين كلها دلائل تشير بشكل واضح تهاني إلى نيته أو عزمه الترشح في الانتخابات القادمة هناك حتى خلاف على هذا الأمر عدد من الشارع أو عدد من المواطنين يرون بأنه يحق له الترشح وعدد آخر يرى بأنه لا يحق له الترشح لأن الفترة الماضية أو فترة حكم والده كانت لا يوجد بها أي نوع من الديمقراطية لذلك حتى هذه النقطة عليها خلاف في الشارع الليبي اليوم بين من يدعم ترشح صيف الإسلام ويرى بأن مرحلة والده كانت الأكثر استقرارا في هذه العشرية الماضية في ليبيا وهناك من يرى بأنه يجب تحقيق الديمقراطية التي لم تتحقق حتى هذه اللحظة الآن بعد عام 2011 ذلك الخلاف أيضا في هذا الأمر التهاني يبدو بأنه هو سيد الموقف شكرا جزيلا من بنغازي محمد مسعود مراسل الحدث أفادت مصادر الحدث أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية تناقش مع الكونغرس وإدارات عدة بالحكومة الأمريكية وحكومة السودان الأولوية المشتركة لمساعدة الشعب السوداني بالأموال التي خصصها الكونغرس له والمقدرة بنحو 700 مليون دولار وأكدت المصادر نفسها تعزيز هذه الموارد الجديدة لقدرة الوكالة الأمريكية على مساعدة حكومة السودان بتلبية الاحتياجات الملحة للمواطنين خلال المرحلة الانتقالية كما لفتت إلى إمكانية مساهمتها بدعم الجهود المتعلقة بحقوق الإنسان والمساءلة وتخفيف حدة النزاعات ودعم المجتمعات المهمشة تعود قضية ضباط الجيش الذين تم إعدامهم من قبل النظام البشير في الثامن والعشرين من رمضان على خلفية تدبير انقلاب عسكري بالسودان تحت لافتة حركة الخلاص الوطنية تعود إلى الواجهة بعد أحديث النائب العام السوداني خلال لقائه مع الحدث باكتشاف مقابر جماعية جديدة يرجح أنها لضباط الثامن والعشرين من رمضان النائب العام السوداني متحدثا لقناة الحدث عن ثلاث مقابر من المرجح أنها لضحايا مجزرة الثامن والعشرين من رمضان التي نفذها نظام البشير على أثر محاولة انقلابية قام بها عدد من ضباط الجيش السوداني قبل واحد وثلاثين عاما بالنسبة للثمانية عشرين رمضان ثلاثة مغابر طبعا ثلاثة مغابر بتكون المغبرة فيها عدد من الجسامين نحن استغلنا في مغبرة واحدة في مغبرة ثانية وفي مغبرة ثالثة هذه برضو شكلنا تيم وطني هنا عشان هذه يكون في أبو ظبي فيما يتعلق بالمغبرة اللولة المغبرة الثانية والثالثة يكون التيم الوطني هنا الشغال أسر الضحايا تابعت باهتمام حديث النائب العام غير أنها طالبت بتدخل القائد العام للقوات المسلحة والرئيس مجلس الوزراء لمساندة قضية الضحايا عايزين برضو ننوه لأنه دور القوات المسلحة السودانية لأن الشهداء 28 رمضان دل ضباط سودانيين ويشهد لهم التاريخ بأنهم كانوا من خير ضباط القوات المسلحة السودانية وزملائهم وأخوانهم بيشهدوا بذلك فنحن من هنا بناشد رئيس مجلس السيادة الانتقالي القيد العام لقوات الشعب المسلحة إنه ساندنا في قضيتنا عدم اكتمال إجراءات أخذ عينات الـ DNA لكافة الضحايا والتأخير الذي لازم القضية كان سبباً رئيساً لرفض أسر الضحايا لعملية نقل الرفات إلى خارج السودان نحن كتجمع أسر شهدات 28 رمضان نرفض رفضاً باتاً بأخذ الرفات لأي جهة خارج السودان ونحن غادرين ومستعدين لتقديم كافة المساعدات نحن فيهم واحد عدد من 28 ضحايا بالرغم من إقرار سابق لقادة نظام البشير بإعدام ضباط حركة الخلاص في 28 من رمضان إلا أن مطابقة رفات الضحايا ما تزال محل جدل رغم مرور عامين على سقوط المخلوع محمد عثمان الحدث الخرطوم تعاني الأراضي الفلسطينية من أزمة مياه كبيرة رغم وفرة مصادر المياه الطبيعية فيها والسباب سياسي وفي الجانب الآخر يعد الأردن من أفقر دول العالم مائياً أزمة زاد من تفاقمها تراجع الهطول المطري بنسب كبيرة الأمر الذي دعا الحكومة الأردنية توقيع اتفاقية جديدة مع إسرائيل تقوم بموجبها بتزويد الأردن بالمياه في كل عام وفي مثل هذا الوقت يلمع نجم علي كواحد من أبرز الشخصيات القادرة على نجدة العائلات الفلسطينية من حر الصيف والعطش إثر انقطاع الماء حيث تضطر بعض العائلات لإنفاق نحو 100 دولار أسبوعياً لتوفير المياه العذبة التي تنقطع كلياً في بعض القرى مقابل ضمان تضفقها بكثافة للمستوطنات الإسرائيلية المحاذية نعاني كثير من الماء يعني نقطع الأكل، نقطع الكهرباء، نقطع الهابس الماء الأماني نعاني منها كثير درجة حرارة عالية وماء ما فيش يعني بتقطعنا الماء بالشهر وبالعشرين يوم بالخمسة وعشرين يوم وما فيش جدوى للبلد يعني على الجانب الآخر تتمتع إسرائيل بوفرة مائية بفضل ما تمتلكه من محطات تحلية على البحر الأبيض المتوسط ومخزون بحيرة طبرية ونهر الأردن والبحر الميت وسيطرتها على ثلاثة أحواض مائية جوفية ضخمة في الضفة الغربية في قرية بيت جنوب نابلس دفع الشاب شادي حياته ثمناً لقطرات ماء حيث قتله الجنود الإسرائيليون بالرصاص بينما كان يحاول معالجة مشكلة انقطاع الماء عن قريته بسبب هذه البئر التي تتحكم فيها إسرائيل بصلنا ألف كوب يومياً لبلدة بيتا الذي عدد سكانها بما يتجاوز الستاش إلى خمسة عشر ألف نسم وهذه كمية قليلة جداً وكانت ما ما يحصوا عليه المستوطن الإسرائيلي والبيرة المياه في أرضنا والمياه مياهنا الجوفية يسركوها ويبعدوها للمستوطنين نحن نحص على واحد لتر المستوطن يحص على عشرين ضعف رصاصات فارغة دماء على الأرض وأنبوب ماء هذا هو المشهد في الضفة الغربية والذي يحكي قصة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على الماء والحد الذي وصل إليه فكيف هو المشهد على الضفة الأخرى على الجانب الأردني؟ بعيداً عن الدماء وقريباً جداً من الماء وضع لا يختلف كثيراً عن الجارة الغربية فحين نعود بالذاكرة لقيام إسرائيل بتحويل مياه نهر الأردن إضافة لمصادر مياه لا تذكر هنا بات الحصول على الماء المعضلة الأصعب عند كثيرين مشهد تطل فيه بحيرة طبرية خجلة على مزرعة العم أبو نهار فوفرة المياه فيها تحت وضع اليد الإسرائيلي سنوات غيرت حال مزرعته العطشة حتى صفرت الأوراق بعد تقليل ساعات تزويد المياه لها إضافة لضعف ضخها والناتج محصول لا يكفي أجور العمال وتكاليف أخرى كل يوم بيجينا ست ساعات ست ساعات ما بسقين بسقين ثلث المزرعة بيظل ثلثين الثانيات لأسبوع الجاي لأسبوع فهي صين عندنا نقص وفي صين عندنا عطش الآن في عندنا عطش موجود وانتو شفتوها ساوانت جاي من الغاد جاي شوف الشجرة عايشة بس خضرة أما أنتاج كأنتاج عادي يعني فعال مثل قبل عشرين سنين ما فيش قبل عشر سنين ما فيه أما المواطن هنا فهو لسان حال الأردن الذي صنف كثاني أفقر دولة في العالم مائيا مشهد البحث عن بديل يوفر المياه بات فرضا عليهم فالماء زائر لا يحل إلا مرة في الشهر حتى ضاق الخناق عليهم وعلى موزعي المياه أيضا المشكلة لا تدخلها علينا نشتري تنكات والظروف الناس كلها صعبة هم نصرف على حانة ولا نصرف على المية ولا على إشو يعني حرام عليهم لازم يعزونا بالمية شوي حرام عليهم أكثر من هيك إيش بدنا نقول البيار المية عليها أزمات كثيرة من السيارات لأن المواطنين بشكل عام في عليها طلب كثير من المية وما في مية يعني لسلطة ما ما بالضخ مية للمواطنين وفي حين تأتي الأرقام لتؤكد سوء الوضع المائي في الأردن يعيش المواطن أزمة حقيقية بتراجع حصته إلى ما دون مئة متر مكعب سنويا نسبة هي الأقل على مستوى العالم حتى بات ضخ الماء كشريان الحياة هو الأضعف عند محتاجيه من الشون الشمالية بالقرب من محيرة طبرية عماد العضائلة الحدث في ختام النشرة تذكير بأبرز ما جاء فيها لندن تستدعي سفير إيران وتسلمه مذكرة احتجاج على هجوم ناقلة الإسرائيلية في بحر العرب منظمة العفو الدولية تتهم السلطات اللبنانية بعرقلة تحقيقات انفجار مرفأ بيروت البرلمان الليبي يؤجل بحث الموازنة ويشرع بمناقشة قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب شكرا لكم على كرم المتابعة في أمان الله